هناك ما يسميه فضل الشيخ الفقهاء يسميه بفقه مآلات الأفعال قد يكون الفعل مباحا لكنه قد يؤدي إلى الحرام أو العكس هل يمكن أن تشرح لنا فضل الشيخ هذا المبدأ وكيف نطبقه نحن المسلمين في حياتنا؟ هذا نوع من الفقه مهم جدا مما نبه عليه الأصليون والمحققون والراسخون في العلم من إمتنا الفقه المقاصد الشرعية وفقه المآلات ما معنى المآلات؟ يعني تنظر إلى مآل الفعل مآل العمل النتائج التي تترتب عليه قد يكون هو في ذاته مباحا ولكن سيترتب عليه فاسد أو شيء سيء كما ذكر الله تعالى في القرآن قال وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمُ لَتَسُبُّوا الْأَصْلَامِ الَّتِيَعْبُدُونَهَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فترتب على ذلك أنه يسب الله عز وجل يبقى يا أخي بلاش نسب الأصلام علشان لا نتسبب في سب الذات الإلهية وفقه المآلات رأيناه في عمل النبي عليه الصلاة والسلام حينما اقترح عليه بعض الصحابة أن يتخلص من المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وهؤلاء الذين يكيدون للنبي ويكيدون لأصحابه وعملون المقالب باستمرار يتخلص منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه يعني خشي من حملة إعلامية مضادة تشوش على النبي وعلى المسلمين وتبين الرسول هذا حتى أصحابه غير مؤتمنين على أنفسهم بيقتلهم وهكذا وذكر لنا القرآن في سورة الكهف عن فقه المآلات في قصة سيدنا موسى مع الخضر مثلا حينما خرق السفينة قالوا أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا أمر فسيدنا موسى قال له أنا مش قلت لك مش هتصبر بعدين نبهوا بعد ذلك عرفوا لماذا قال له أما السفينة أنا نظرت إلى المآل نظرت إلى المآل يعني إن هذه السفينة معرضة لأن يغتصبها ملك كل ما يلتقي يختفي البحر أو سفينة جميلة ضموها إلى الأسطول الملكي فأردت أن أحمي حق هؤلاء المساكين الذين يتعيشون من وراء هذه السفينة أما السفينة فكانت لمساكين فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها أحدث فيها خرقا حتى يكون هذا عيب إذا رأى جاء هذا الملك وشايفها مش محتاجين إلى سفينة مخروقة أعزين السفن السليمة المية في المية فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة فهذا هو النظر في مآلات الأفعال وعليه يترتب يعني سد الزرائع ما يقوله العلماء عن سد الزرائع يعني الباب اللي يجيلك منه ريح سد وستريح لكن أيضا سد الزرائع أحيانا يتوسع الناس فيه بعض العلماء يتوسع فيحرم على الناس ما يحل عليهم ويحرم الناس من مصالح كثيرة باسم سد الزرائع لا لا يجوز التوسع في سد الزرائع ولا في فتح الزرائع نعم في الأسبوع الماضي تحدثنا عن هذا الموضوع سد الزرائع فضل الشيه قلنا بأن بعض المتشددين من الفقهاء في التاريخ الإسلامي استغلوا هذا الباب فضيقوا على الناس فأصبح الدين مجموعة من أحواطيات أريد أن أسأل هنا كيف يطبق هذا المبدأ وما هو حدوده ما هي حدوده يعني لا بد لكي نسد ذريعة من الزرائع أن يكون الأمر الذي نسد الذريعة إليه متيقن الوقوع أو مرجح الوقوع يعني عندنا من الأدلة والقرائن ما يجعلنا نخشى إن هذا إنما ما جيش بالاحتمال وذلك الفقاء قاله ما يصحش أقول للناس ما تعملش نوافز مثلا لأن عشان ما يشوفش الجران أو كذا أو لا يتدور الناس في البيوت حتى لا يتسبب في الفساد ويمكن واحد يعني يعمل علاقة بابنت جاره أو بمرأة جاره هذا مبالغة أو أقول للناس ما تزرعوش العنب خشية أن يتخذ يعني خمرا لا ليس كل عنب يزرع يعصر خمرا فالمبالغة في الاتخاذ في سد الذرائع غير جائز لازم يكون الأمر إما مؤكد الوقوع أو مرجح الوقوع بالأدلة والقرائن بالأدلة